الحدود السودانية الساخنة مع اثيوبيا ملف آخر يضاف إلى التحديات في البلاد فالخرطوم أكدت إحكام سيطرتها على معظم الأراضي الحدودية مع اثيوبيا وفيما أعلنت أن الحوار وسيلة لحل المشكلة شددت على أن الجيش يقوم بواجبه الدفاعي فأي ارتدادات لأزمة الحدود هذه على العلاقات السودانية الاثيوبية من الخرطوم الكاتب والبحث السياسي شوقي عبدالعظيم معنا الليلة أستاذ شوقي أهلا بك معنا في غرفة الأخبار إلى أي مدى ما يحدث حاليا على الحدود السودانية الاثيوبية يشغل الدولة السودانية وبإمكانه أيضا التأثير على ترتيب أولويات السودان الآن نعم الآن هذه المهمة تركت للجيش بشكل كامل أن يتقدم في الأراضي السودانية داخل الأراضي السودانية داخل الحدود المعترفة بها بين البلدين لا يتعدى إلى أي أراضي أثيوبية بل فقط يلتزم بالتحرك داخل أراضي كان فيها وجود واستيطان أثيوبي وبالذات من مزارعين ومستثمرين أثيوبيين وهي مناطق واسعة شديدة الخصوبة تزرع بكميات كبيرة جدا بزراعة آلية ظلت تستثمر من مستثمرين أثيوبيين ومزارعين أثيوبيين على الجيش أن يعيد هذه الأراضي للمواطنين السودانيين من جانب آخر الحكومة تعتمد على الحوار الدبلوماسي لحل هذه المشكلة وكانت أثيوبيا لحد كبير منصاعة جدا للحلول التفاوضية والحلول الدبلوماسية ولكن بعد تقدم الجيش ربما الآن لديها رأي آخر أستاذ شوقي سأعود معك إلى مسألة الحوار لأنه توقف عندها بشكل أساسي وزير الأعلام السوداني لكن هل معروفة الأسباب من تحول هذه المنطقة إلى صراع ما بين الطرفين يعني لماذا هذه المنطقة بالذات ولماذا تحصل هذه الاشتباكات الآن نعم العنصر الجديد في هذه المنطقة هو الحرب الأهلية الأثيوبية ونزوح عدد كبير جدا من الأثيوبيين إلى الحدود السودانية وتقدم الجيش الفيدرالي الأثيوبي مدعوم من مليشيات قبيلة الأمهرة إلى الحدود السودانية مما أدى إلى سيولة أمنية في تلك المنطقة وهشاشة أمنية كبيرة وبالذات عندما يقول الجيش الأثيوبي أن هذه التفلتات وهذه المليشيات المتحركة على الحدود هي مليشيات أثيوبية وليست الجيش الرسمي هذا أدى إلى تخوفات كبيرة من تمدد الصراع داخل الأراضي السودانية فتصدى الجيش لهذه المسألة وكانت هناك مبادرة سيئة من المليشيات الأمهرة عندما قامت بقتل جنود سودانيين أربع جنود وعميد في الجيش السوداني هذا أثار حفيظة الجيش وأكد أنه يمكن أن تحدث أي تفلتات أمنية في هذه المنطقة وهي منطقة حدودية ممتدة لدينا حدود مع أريتريا في تلك المنطقة أيضا لدينا حدود مع جنوب السودان قبيلة النوير لديها امتدادات في أتيوبيا وفي جنوب السودان ولديها حدود مطاخمة أيضا مع السودان لذلك هذه المنطقة بعد الحرب الأسيوبية الأهلية شهدت هشاشة أمنية كبيرة هدت إلى تقدم الجيش ورأى الجيش ضرورة دحر المليشيات الأمهرة كما ادعت الحكومة الأسيوبية إلى داخل الأراضي الأسيوبية بعيدا عن الأراضي السودانية هذا هو أساس الأسراع الذي اندلح هناك أشار وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح إلى نقاط متعددة في كلامه نشير إليها الآن يقول أن السودان يؤمن بالحوار لحل المشكلة والجيش يقوم بواجبه الدفاعي يشير صالح إلى أن الجيش تمكن حاليا استرجاع ما بين 60 إلى 70% من الأراضي السودانية وكشف أيضا في هذا الإطار أن تقارير الاستخبارات أشارت إلى أن تنظيم وتدريب وتسليح القوات لهاجمة الجيش السوداني ليس لمليشيات بل لقوات نظامية هذه نقطة مهمة جدا أشار إليها وزير الإعلام أستاذ شوقي هل تكون المهمة أصعب بالتعامل مع تهديد يأتي من قوات نظامية أم أسهل بالنسبة لسودان في واقع الأمر سيكون أصعب لأن هذه الجيوش الآن هي جيوش مدربة على حرب كبيرة على حرب بالمدفعية الثقيلة بكل أدوات الحرب مسنودة من قبائل المنطقة من قبائل الأمهرة هي تاريخيا قبائل عرفت بمساندة الجيش الفيدرالي قبيلة الأمهرة إذا كان هناك بعد سياسي هي قريبة الآن من رئيس الوزراء بي أحمد لذلك تسليحة تسليح مختلف وهي قبائل مساندة للجيش من وقت طويل ظلت تستخدم شارة الجيش مرات وتستخدم شارة القبيلة مرة أخرى لذلك المهمة تصبح صعبة لأن هناك جيش مسنود جيش حكومي مسنود من جيش قبلي وهذا التداخل يصعب مهمة الجيش السوداني لكن وزير الإعلام تحدث أستاذ شوقي عن أمل كبير يعني يضع كل أماله في الحوار بالنسبة لها الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل هذه المشكلة على ما يراهن الجانب السوداني واليوم استرجاع كما ذكر وزير الإعلام ما بين 60 إلى 70% من هذه الأراضي هل يعني أن المسألة تحت السيطرة نعم هو يعني بشكل أساسي أن أسيوبيا أيضا تعترف بأن هذه الأراضي أراضي سودانية هذا ما لا خلاف عليه وأن هنا لقى الاتفاق من 1902 يؤكد أن هذه الأرض أرض سودانية أسيوبيا أيضا تعترف بذلك وترى أن هناك مصالح لقبائل الأمهرة تحديدا وللمزارع من الأمهرة ومن الأسيوبيين في هذه الأرض هذا ما جاءوا ليتحاوروا حوله في الخرطوم حتى هناك تسريح صابغ لوزير الإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح بأنه يمكن بعد استرداد هذه الأرض يمكن استئجارة أو يمكن هناك تكون علاقات مشاركة بين المزارعين الأسيوبيين والمزارعين السودانيين أصحاب الأرض ولكن ربط ذلك بالتقدم الجيش أو وضع السودان يده على الأرض بالكامل ليس كما كان في السابق وبالتالي تستبعدون أستاذ شرط في هذا الإطار أن يكون لهذه الأزمة الحدودية أي تأثير على العلاقات ما بين الدولتين القول بأنها ليست لديها تأثير تماما ربما قول غير دقيق ستكون لديها تأثيرات خاصة أن قبيلة الأمهرة كما ذكرت لك هي مساندة لرئيس الوزراء ولا أبي أحمد ولا يريد أن يظهر بمظهر أنه تخلى عنها في هذه الظروف بعد حربه مع تيجري ولديه مشاكل أيضا مع الأرامو لذلك حريص الإدارة السياسية والإدارة في أثيوبيا حريصة على أن تظهر بمظهر أنها تساند قبيلة الأمهرة في هذا الظرف لذلك ستكون لديها تأثيرات ولكن ربما يمكن معالجتها ومحدودة نوعا ما بالذات لأن أثيوبيا تعترف أن هذه الأرض السودانية شكرا والآن مهمة الجيش أن يضع حدود هذه الأرض شكرا جزيلا على هذه القراءة من ضيفنا الكاتب والبحث السياسي شوقي عبد العظيم حدثنا الليلة من الخرطور